اشتركوا في القناة وكان السيناريو الذي وضعته او تخيلته للاحداث القادمة والتي ستؤدي الى اشعال الحرب العالمية الثالثة قد تم وضعه قبل هذا التاريخ بناء على الاحداث السياسية الجارية في ذلك الوقت والمتوقع حدوثها خلال السنوات القادمة وعندما وقعت بعض الاحداث بين عامي 1998 ميلادية و2001 وجاءت موافقة لما توقعته ورسمته من سيناريو للاحداث القادمة بالطبعة الاولى من هذا الكتاب اتصل بتلفونيا الكثيرون من القراء وبعد مدحهم للكتاب والجهد المبذول فيه والتوقعات الصائبة التي ذهبت اليها الى اخره فوجئت ببعضهم يؤكد لي انني مكشوف عن الحجاب ويسألني عن توقع لمواعد وقوع بقية الاحداث وموعد قيام الحرب العالمية الثالثة وظهور المسيح الدجال وكأن الغيب اصبح كتابا مفتوحا امامي اقلب فيه كيفما يحل لي فاعلم منه ما اشاء وما اكدته لهؤلاء القراء الاعزاء وأحب ونؤكده لبقية القراء اني لست مكشوفا عن الحجاب ولا اعلم الغيب ولست من المتنبئين وما ذكرته في هذا الكتاب وغيره من الكتب التي تحدث فيها عن علامات الساعة واحداث نهاية الزمان لا يعد من قبيل التنبؤ فكل ما فعلته هو القيام بتجميع نبوآت النبي صلى الله عليه وسلم ونبوآت انبياء بني اسرائيل المذكورة بالكتب المقدسة لأهل الكتاب والتي تتحدث عن الاحداث المستقبلية وعلامات قيام الساعة ومنها احداث القرن العشرين والواحد والعشرين وبعد التحقق من صحة هذه النبوآت ونبذ الضعيف والموضوع منها بالنسبة للأحاديث النبوية أو المحرف بالنسبة لنصوص الكتب المقدسة لأهل الكتاب وجدت تطابقا في النصوص بين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله انبياء بني اسرائيل بما فيهم عيسى عليه السلام عن هذه الأحداث وخرش من هذه النبوآت بتسلسل منطقي للأحداث ثم طابقت هذه الأحداث على ما وقع من أحداث من عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تنبأ بها إلى عصرنا الآتي مستشهدا في ذلك بكتب التاريخ والسيرة ومراجع أهل الكتاب وحددت ما وقع منها وما لم يقع منها حتى الآن وبعد التدقيق والتحليل العميق للنصوص التي لم تقع بعد ودلالتها ومطابقتها على الأحداث السياسية والعالمية الجارية والواقع المعاصر توصلت إلى ما يخص منها القرن العشرين والواحد والعشرين ومن ثم استطعت تحديد ما وقع من أحداث والمتبقي منها ثم رسمت في النهاية سيناريو للأحداث المتوقعة من وجهة نظري وعلى ضوء ما والد من نبوات الأنبياء عن هذه الأحداث من هذا نجد أنني لم أتنبأ ولا أعلم الغيب وليس مكشوفا عن الحجاب ولكني قمت بتحليل ودراسة نبوات الأنبياء وشرحها والصنباط الأحداث المستقبلية منها بمنهج علمي وأسلوب عقلاني والسدلالات منطقية ونظر محايدة وواقعية بعيدة عن التعصب الديني والأهواء الشخصية فالفضل أولا وآخيرا يرجع للخالق سبحانه وتعالى ولهؤلاء الأنبياء الذي أنبأهم بهذه الأحداث التي كانت غيبا بالنسبة لهم ولنا لتكون حجة على صدق نبوتهم وتكون في نفس الوقت نبراسا وهدى للمؤمنين في المستقبل ليهتدوا بها ويضعوها نصب أعينهم عند رسم الخطط والسياسات الإستراتيجية لهم في المستقبل فيستطيعون التعامل مع الظروف والأحداث الدولية بحنكة وحكمة وبصيرة وبما يعود عليهم بالنفع ويجنبهم الكثير من المخاطر ويحصنهم من الكثير من المكائد ويمكنهم من استغلال الأوضاع والظروف الدولية أفضل استغلال وهذا هو بيت القصيد والغرض الذي شرعت من أجله في لفت نظر المسلمين وحكامهم إلى فائدة هذه النبوآت رغم ما دخل عليها من تحريف وتشويه وفي النهاية أؤكد أن الأحداث لن تقع على نفس المنوال الذي وضعته في السيناريو المتوقع للأحداث فهذا الشهاد مني قد أصيب فيه كله أو أخطئ فيه كله أو أصيب في بعضه وأخطئ في البعض الآخر وهذا السيناريو الذي رسمته ركزت فيه على الخطوط العريضة للأحداث أما التفاصيل فالله أعلم بالأمور التي ستؤدي إلى وقوعها وطالما أنها لم ترد في نبوآت الأنبياء أو جاء ذكرها في أحاديث ونصوص لم أتأكد من صحتها فإني أؤثر تجنبها حتى تأتي الأحداث موافقة لها فهنا نتأكد من صحتها ونستشهد بها أو نقوم بنبدها إذا جاءت الأحداث مناقبة لها وماذا بعد؟ والآن نجد أنفسنا أمام تساؤل مهم منه من الذي تقتضيه الظروف الدولية الراهنة أن نفعله لننهض بأمتنا العربية والإسلامية أعتقد أن الإجابة أصبحت واضحة ويمكن تلخيصها في الآتي أولا يجب على الدول العربية والإسلامية أن تستثمر الخلافة والتضارب في المصالح الموجودة الآن بين القوى العظمى لصالحها لأن اتفاق هذه القوى وتحالفها دائما ما يثمر عن اتفاقات وعهود وتقسيم للمصالح تأتي غالبا على حساب المصالح العربية والإسلامية ومصالح الدول الفقيرة والنامية وقد علمتنا أحداث القرن العشرين أن مصالح إسرائيل لها الأولوية والرعاية دائما من الدول الأوروبية وأمريكا وذلك على حساب المصالح والحقوق العربية والإسلامية ودائما ما تضح أمريكا وأوروبا بمصالحها مع العرب في سبيل المصالح الإسرائيلية وضمان فرض الهيمنة الإسرائيلية على الدول العربية والإسلامية فإسرائيل بالنسبة لهم بمثابة ولاية أو قاعدة استراتيجية أمريكيا وأوروبيا وعندما يكون هناك وفاق وتعاون وتبادل في المصالح وتقسيم لها بما يردي كل القوى الخمس العظمى فإن روسيا والصين الأسيويتين يكون لهم تصرفات ومواقف سلبية تجاه القضايا العربية والإسلامية إن لم يتخذ ضدهما مواقف عدائية ترضي أمريكا وإسرائيل وأوروبا تحقيقا للمصالح الاقتصادية والمساعدات المالية التي تتلقى هاتان القوتان من أمريكا وأوروبا مقابل هذا العداية والتحييد أو السلبية تجاه قضايا الشرق الأوسط لذا فالفرصة مهيئة الآن لتسليح جيوشنا بأسلحة نووية عن طريق روسيا مثلا مثل ما فعلت إيران لأن روسيا في أشد الحاجة للأموال وانقضاد شهر العسل بينها وبين أمريكا وأوروبا وإضرارهما لمصالحها وعدم وفائهما بالمساعدات المالية التي وعداها بها ومحاولتها السعادة هيبتها الدولية جعلها لا تكترث بغضبها أو ردود فعلهما تجاه تسليحهما للدول العربية والإسلامية وغيرها من الدول النامية أو حتى بيع مفاعلات وأسلحة نووية لهذه الدول مقابل المال ويجب على الدول العربية والإسلامية أن تدكي هذا الخلاف الموجود الآن بين القوى العظمى بالاتجاه شرقا وتحويل استثماراتهم وأموالهم من أوروبا وأمريكا إلى روسيا والصين ودول شرق آسيا وإبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية معهم فهذا كفيل بأن يجعل هذه الدول تحارب من أجل قضايانا وحقوقنا أو على الأقل تقدم لنا الدعم السياسي والعسكرية الكافي لإعادة حقوقنا وهيبتنا مع الإبقاء قدر المستطاع على علاقات تبادل المصالح بيننا وبين أوروبا وأمريكا بالأسلوب الذي يشعرهم دائما أن مسانداتهم ودعمهم لإسرائيل وإهدارهم للحقوق والمصالح العربية والإسلامية سيفقدهم الكثير من مصالحهم في الشرق الأوسط وسيدخلهم في آزمات مع القوى العظمى الأخرى التي ستبدأ في الصراع معهم من أجل تحقيق نفوذ وسيطرة على منطقة الشرق الأوسط والذي لا يتأتى إلا بكسب رضاء هذه الدول وإبرام أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية معها فأمريكا وأوروبا لم يحكم قبضتهما على منطقة الشرق الأوسط إلا برضى هذه الدول العربية والإسلامية فهم الذين ثبتوا أقدامهم فيها وهم الذين سمحوا لهم بإقامة القواعد العسكرية على أراضيهم وهم الذين جعلوا بنوك أمريكا وأوروبا تتكدس بأموالهم واستثماراتهم وبالتالي فهذه الدول هي القادرة في الوقت الحالي على سحب البساط منهم ومنحه لقوى وظمى أخرى تحافظ على مصالحهم وترعى حقوقهم إلى أن يحين الوقت الذي يكون في مقدورهم الاعتماد على أنفسهم وتشكيل تحالف إسلامي يصبح قوة عظمى يضع العالم لها ألف حساب وقد أثبتت التجارب أن الاتجاه شرقا يحقق الكثير من المكاسب والمصالح التي تفوق ما يمكن تحقيقه من وراء أوروبا وأمريكا ثانيا يجب أن نسعى جاهدين لامتلاك الأسلحة النووية وكافة أسلحة الضمار الشامل ليس للاعتداء بها على أحد ولكن لنرد طمع الطامعين فينا ولندعنا من المقول التي نرددها صباحا ومساء بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الضمار الشامل ولماذا الشرق الأوسط وحده؟ ولماذا لا تتخلى الدول النووية عن أسلحتها؟ ثم تتم المطالبة بإخلاء العالم كله من أسلحة الضمار الشامل إن بقاء القوى العظمى قوة نووية ومالك لأسلحة الضمار الشامل مع إخلاء الشرق الأوسط وغيرها من المناطق من هذه الأسلحة ستضع دول هذه المناطق بصفة مستمرة تحت رحمة القوى العظمى وتحت تهديداتها وترغيمها على تنفيذ مطالبها فإما أن يملك الجميع أو لا يملك أحد فالقوة لا يردها إلا القوة والضعيف لا يستطيع أن يحقق أي سلام مع القوة فالسلام لا يتحقق إلا بين قوتين متكافئتين في القوة أو الضعف أما الأقوى فهو الذي سيفرض منطقه ورأيه بصفة مستمرة وقد أثبتت الأحداث أن مبدأ فرض الرأي بالقوة وتحقيق سلام بالقوة أيضا سيظل هو المبدأ الساري والمعمول به على مر الزمان وفي المستقبل مهما تطور وتحضر العالم ولكي تحقق أي دولة تنمية اقتصادية لابد أن تمتلك في البداية جيشا وقوة عسكرية قوية تتمكن بها من حماية استثماراتها ومنشآتها الاقتصادية والمدنية وختاما نسأل الله التوفيق والسداد هشام كمال عبد الحميد القاهرة في عام 2001 الطبعة الأولى هل ستشهد الأرض حربا عالمية ثالثة وما هي نتائج هذه الحرب ومن هي الدول التي ستخدها وما هي أسبابها وفي أي منطقة من العالم ستشتعل هذه المعركة ومتى ستقع أسئلة في غاية الصعوبة ولكن الإجابة عليها ستصبح في منتهى السهولة لو راجعنا ما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة ونبوءات الأنبياء السابقين والكتب السماوية عن الملاحم الكبرى والحروب والفتن التي ستقع في نهاية الزمان والقوى العظمى التي ستدهر في تلك الفترة فمعظم الأنبياء السابقين والكتب السماوية والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرونا بالمعارك التي ستدور في نهاية الزمان وهو الزمان الذي نعيش فيه الآن وبالقوى العظمى التي ستدهر في تلك الفترة وهناك معركة كبرى حدثنا عنها معظم الأنبياء هي أكبر معركة ستشهدها الأرض منذ مهدي البشرية على الأرض وحتى قيام الساعة هذه المعركة ستقع في منطقة الشرق الأوسط وستدور بين مجموعة من الأحلاف الدولية ممثلة في حلف للدول العربية والإسلامية وحلف الدول الصهيونية بين قوسين المجموعة الأوروبية وأمريكا واليهود وحلف يأجوج ومأجوج بزعامة روسيا والصين ودول شمال الشرق وأسيا وتعرف هذه المعركة أو سلسلة المعارك التي ستدور في تلك الفترة في الإسلام باسم الملاحم الكبرى وتعرف في الكتاب والإنجيل المقدس العهد القديم والجديد أو التوراة حسب التسمية الشائعة لهما باسم معركة هرمج الدون والآن تعالوا لنتعرف على تفاصيل هذه المعركة وأسبابها ونتائجها من خلال الكتب السماوية الثلاثة ونبوآت الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام هشام كمال عبد الحميد القاهرة عام 1997 الفصل الأول تصريحات كبار زعماء اليهود والغرب المسيحي عن قرب وقوع معركة هرمج الدون هناك معركة كبرى هي أكبر معركة ستشهدها الأرض منذ بداية ظهور الإنسان عليها وحتى قيام الساعة وهذه المعركة عبارة عن مجموعة أو سلسلة من المعارك تحدث في نهاية الزمان خلال فترة زمنية قليلة جدا وتكون سببا في إفناء أكثر من ثلثة أهل الأرض وتعرف هذه المعركة أو السلسلة من المعارك باسم الملحمة الكبرى أو الملاحم الكبرى في الإسلام وباسم معركة هرمج الدون في التوراة والإنجيل وقد تحدث معظم الأنبياء والسابقين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه المعركة فأتى بعضهم على ذكرها بشيء من الإجاز والبعض الآخر تحدث عنها بشيء من التفصيل كما ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديثه عن الفتن والملاحم وعلامات الساعة وفصل بعض أحاديثها بكل دقة ويمكننا من مجموع ما ورد على لسان جميع الأنبياء أن نلم بكل تفاصيل هذه المعارك والأحداث السابقة واللاحقة لها وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شبه رسالات الرسل بجدار اكتمل بنائه ولم يتبقى فيه سوى موضع لبنى فكان هو هذه اللبنى التي أكملت بناء هذا الجدار لأن الأنبياء يكمن بعضهم بعضا وما أوجزه أحدهم فصله الآخر والعكس صحيح وقد ربط محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء بين وقوع هذه المعركة وبين خروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء وخروج يأجوج ومأجوج ونشر دين الله في كل أنحاء الأرض تحت قيادة المسيح المنتظر أي المهدي المنتظر وعيسى بن مريم عليه السلام وتعتبر هذه المعركة في الإسلام آخر علامة من علامات الساعة الصغرى حيث تنتهي بانتصار المسلمين بعد فناء أكثرهم ويتم الله لهم فتح روما والفاتيكان وكل دول أوروبا وأمريكا وينشرون الإسلام في هذه الدول وبعد ذلك مباشرة يخرج الدجال فيدخلون في سلسلة من المعارك معه فلا يتمكنون منه ويحكم الدجال قبضته على الأرض كلها إلى أن ينزل عيسى بن مريم من السماء فيقضي عليه وعلى اليهود والأمم المتحالفة معه ثم يخرج يأجوج ومأجوج عليه وعلى أتباعه من المسلمين فيتولى الخالق سبحانه وتعالى القضاء عليهم ويخلص الأرض من شرهم هو شر الدجال وإبليس والدجال في المصادر الإسلامية هو أول علامات الساعة الكبرى في التتابع والوقوع أما أهل الكتاب اليهود والمسيحيون فيعتبرون هذه المعركة أهم أحداث الساعة ويعتبرون وقوعها ونهايتها بداية لبدء عصر مشرق جديد على الأرض يطلقون عليه فترة الملك الألفي أو العصر الألفي حيث يعتقدون أن عيسى عليه السلام عند مجيئه الثاني سيحقق النصر لهم ويقيم مملكة على الأرض تدوم لمدة ألف عام يسود فيها السلام والاستقرار والأمن على الأرض ويحقق لهم الرخاء والسعادة والرفاهية التي ينشدونها وخلال هذه الألف عام لن يموت أحد منهم فلن تعرف البشرية الموت خلال تلك الفترة كما يعتقد المسيحيون طبقا لبعض العقائد التي أدخلها بولت على المسيحية أن المسيح سينزل على الأرض قبل نزول الدجال مباشرة فيأخذ القديسين والكنيسة ويطير بهم إلى السماء ليحفظهم مما سيقع على الأرض ثم يعود هو والقدسون وملائكة السماء في نهاية فترة الضيقة العظيمة وهي فترة حكم الدجال ليقضي عليه وعلى القوى المتحالفة معه وعلى رأسهم اليهود المرتدون ودول غرب أوروبا المسيحية التي أهملت تعاليم المسيح وصارت وراء التعاليم الصهيونية والشيطانية ثم يقضي الله على يأجوج ومأجوج بعد خروجهم على عيسى وأتباعه القديسين وسيكون حلف يأجوج ومأجوج طبقا لما ورد بالكتاب المقدس العهد القديم والجديد مكونا من مجموعة من الدول التي تقطن شمال وشمال الشرق آسيا وسيكون على رأس هذه الدول روسيا ويعتقدون أيضا أن المسلمين سيكونون ضمن حلف يأجوج ومأجوج هذا وقد نشأ هذا الاعتقاد نتيجة تفسيرهم الخاطئ للنصوص الواردة في هذا الشأن بالكتاب المقدس والتي سنوضح تفسيرها الصحيحة في حينه ويعتقد اليهود أنهم القديسون الذين سيأتي المسيح الحقيقي لنصرتهم وتسييدهم على العالم في فترة العصر الألفي أو الذهبي ويعتقد المسيحيون أن القديسين هم البقية المؤمنة التي ستظل متمسكة بدينها من اليهود والنصارى فقط والذين آمنوا بالمسيح كنبي وإله وابن إله ورفضوا تعاليم المسيح الكذاب المسيح الدجال ورفضوا السجود له ويرون أن كل من رفض الاعتراف بألوهية المسيح فسيكون من القوى الكافرة الشريرة التي سيأتي المسيح من السماء للقضاء عليها وهؤلاء لن يكون لهم نصيب في عصر الملك الألفي الذي سيقيمه المسيح بعد مجيئه الثاني ولا شك أن معتقدات اليهود والنصارى في هذا الشأن تحتوي على بعض الحقائق والمفاهيم الصحيحة والتي تتفق في مضمونها مع ما ورد في الإسلام من تعاليم وآقائد وأحداث وعلامات متعلقة بهذه الحرب وعلامات الساعة لكن هذه المعتقدات تشتمل أيضا على بعض المفاهيم والعلمات وعلى قائد الباطلة وغير الصحيحة والتي تتفق حتى مع النصوص الواردة بالتوراة والإنجيل والتي يفسرونها حسب هواهم وطبقا لمعتقداتهم الباطلة التي رسمها لهم بولز وزعماء اليهود وكهنتها وسوف نؤكد خطأ هذه المعتقدات والمفاهيم في حينه مستدلين في هذا الشأن على ما ورد في كتبهم وليس كتبنا ومصادرنا الإسلامية حتى تكون الحجة عليهم أقوى وأنفع لنا ولهم وتحد هذه المعركة باهتمام كبير من اليهود والمسيحيين خاصة دول أوروبا وأمريكا وكل منهم يسعى لإشعالها ويستعجل وقوعها استعجالا منهم لمجيء المسيح المنتظر وإقامة عصره الألفي ولن نبالغ إذا قلنا إن جميع السياسات الإستراتيجية لدول أوروبا وأمريكا تم تخطيطها على ضوء النبوآت الواردة في الكتاب المقدس عن هذه المعركة خاصة النبوآت التي تتحدث عنها الدول التي ستدور بينها هذه السلسلة من المعارك والقوى العظمى التي ستظهر على الأرض خلال تلك الفترة ويكون لها تأثير قوي في مصاري هذه الأحداث وعلى رأسها الدول الإسلامية وروسيا واليهود يستعجلون قيام هذه المعركة ويخططون لإشعالها في أوائل القرن القادم القرن الواحد والعشرين عن طريق هدم المجد الأقصى وإعادة بناء الهيكل اليهودي مكانه لكي يعبدوا مسيحهم المنتظر فيه عند مجيئه اعتقادا منهم بأن المسيح المنتظر المذكور بنبوآتهم سيظهر عام ألفين ميلادية ملحوظة كان كلام هذا في عام 1997 بالطبعة الأولى من الكتاب الصادر عام 1998 ولن يتم ذلك إلا إذا هدموا المجد الأقصى وأقاموا الهيكل اليهودي مكانه وقد حددوا عام ألفين ميلادية كتاريخ لمجيء مسيحهم المنتظر بناء على حسابات خاطئة لبعض التواريخ والأرقام الواردة بالنبوآت المتعلقة بهذه المعركة وأحداث نهاية الزمان ورغم هذه الحسابات التي وصلت بهم إلى تحديد عام ألفين ميلادية تقريبا لوقوع هذه المعركة وظهور المسيح المخلص فإننا لا نستبعد أن تشتعل هذه المعركة في أوائل القرن الواحد والعشرين لأن جميع علاماتها التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء السابقون قد وقع معظمها وما تبقى منها فقد بدأت بوادره في الظهور كما أن الأحداث السياسية المعاصرة تشير إلى قرب وقوع هذه المعارك وهنا أحب أن أنوها إلى أن اليهود لا يخططون لإشعال هذه المعركة لاستعجال مجيء المسيح ابن مريم عليه السلام ولكن لاستعجال مجيء مسيحهم الدجال فهو مسيحهم وملكهم المنتظر حيث يسعون لتنصيبه ملكا وإلها على الأرض اعتقادا منهم بأنه المسيح الحقيقي الذي نبأتهم كتبهم به والنبي المنتظر الذي حدثهم أنبياؤهم عنه هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم لا يعترفون بذلك فهم يزعمون أن هذا المسيح الدجال هو من سيمكنهم من حكم الأرض كلها وإخضاع شعوبها لهم وجعلهم خدما وعبيدا عندهم لذلك فقد رفض عيسى ابن مريم على أنه المسيح الحقيقي لأنه لم يمكنهم من حكم الأرض ولم يخدع شعوب الأرض لهم كما رفض الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المذكور بكتبهم لأنه لم يحقق لهم نفس الهدف أيضا أما هذا المسيح الدجال فسيمكنهم من ذلك طبقا لمعتقداتهم لذا فهم يخططون لخروجه ويستعجلون مجيئه أما المسيحيون وعلى الأخص دول غرب أوروبا وأمريكا فهم يحددون عام ألفين ميلادية تقريبا أيضا كموعد لمشيء عيسى بن مريم من السماء بناء على نفس النبوآت الوالدة في الكتاب المقدس والتي حدد اليهود عام ألفين ميلادية تقريبا على أساسها كموعد لظهور المسيح ويستعجل المسيحيون معركة هارم جدون لاعتقادهم أن المسيح عيسى بن مريم لن يأتي إلا بعد وقوع هذه المعركة وهم يتشوقون لمجيئه اعتقادا منهم أنهم هم القديسون الذين سيأتي المسيح لتخليصهم وإدخالهم في العصر الألفي فيتمتعون بخيرات هذا العصر ولكنهم للأسف الشديد ونتيجة لسيرهم وراء التعاليم الصهيونية والبوليسية الشيطانية نسبة لبولس الذي بث لهم هذه العقائد الباطلة في الأناجيل سيتبعون المسيح الدجال نتيجة الدعاية التي ستروج لها وسائل الإعلام التي يسيطر عليها اليهود والصهيونية العالمية والتي ستسعى لإقناع أهل الأرض كلها أن هذا المسيح الدجال هو المسيح الحقيقي بن مريم الذي جاء ليخلص البشرية من آلامها وأزماتها ومشاكيلها فهو المسيح الإله الذي يتشوق المسيحيون لمجيئه ليقيم لهم مملكتهم الإلهية على الأرض ويجعلهم يتنعمون في خيراتها واليهود والمسيحيون الغربيون كانوا يعلمون أن من أهم علامات أحداث نهاية الزمان وقرب موعد مجيء المسيح من السماء عودة اليهود من شتات الأرض لفلسطين وإقامة وطن قومي لهم فيها ثم قيام هذه المعركة لذا فإنهم كانوا يتكاتفون لتحقيق هذه النبوءة حتى مكنهم الله منها في عام 1948 ميلادية عندما تم إعلان قيام دولة إسرائيل في فلسطين ومن يومها وهم يسعون جاهدين لتحقيق باقي النبوءات دون انتظار لوقوعها اعتقادا منهم بأنهم لا يجب أن يتركوا الأمور للقدر بل لابد لهم أن يساهموا في إتمامها ومنذ عودة اليهود من الشتات لفلسطين وهم يرصدون جميع العلامات والأحداث ويحللونها جيدا ويعكفون على دراسة نبوءاتهم المدونة بكتبهم المقدسة لتحديد ما تبقى من أحداث لم تقع بعد ليتخذوا التدابير اللازمة للسيطرة قبل وقوعها ويضع الكاملة على هذه الأحداث الخطط الكفيلة بتوجيهها وفق ما يخدم مصالحهم وأهدافهم وهناك الكثير من التصريحات لكبار قادتهم السياسيين وزعمائهم الروحيين والدينيين التي تؤكد أننا نعيش في نهاية الأيام وأن موعد المجيء الثاني للمسيح بعد وقوع معركة هارمجدون أصبح على الأبواب وأنه الآن يمر علينا خمس عاما إلا وتكون جميع النبوآت الوالدة بالكتاب المقدس قد تحققت ويكون المسيح قد عاد وأقام مملكته الإلهية على الأرض وللأسف الشديد فإننا في الوقت الذي نجد فيه اليهود والغرب المسيحي نجدنا نحن المسلمين في غفلة تم وكما عن نبوآت نبينا صلى الله عليه وسلم عن تلك الأحداث وفي جهل تام لها حتى ظن أكثر المسلمين أن بيننا وبين الساعة أمدا طويلا ونسينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثنا عن هذه العلامات للتسلية بل لاستفادة منها والاستعداد لها لنحيط بالأخطار التي ستحيق بنا فنستعد ونتحسب لها ونعمل على التخفيف من وطأتها علينا أو تجنبها ولنحدد سياستنا وخططنا على ضوئها مثل ما فعل اليهود والغرب ونعمل على أن يكون لنا دور في إقامة حكم الله وشريعته في الأرض فلما نسينا ما ذكرنا به ضعت هيبتنا بين الأمم وغفلنا عما يخطط له أعداؤنا من سياسات لا هدف لها إلا القضاء علينا وإقامة المملكة الدجالية الشيطانية على الأرض فقد نسينا الله فأنسانا أنفسنا وجعلنا مطمعا لكل أمم الأرض ومن خلال هذا الكتاب سنتأكد أن جميع الخطط والسياسات الغربية والصهيونية هي في أساسها مبنية على عقاء الدينية أما نحن فقد ألقينا بإسلامنا وراء ظهورنا فأصبحت سياساتنا وخططنا بلا هدف أو هوية وقبل أن نشرع في شرح النبوات المتعلقة بهذه المعركة وبالأحداث السابقة واللاحقة لها والخطط الصهيونية والغربية المرسومة على ضوئها ونوضح التفسيرات الخاطئة لأهل الكتاب فيما يتعلق بهذه النبوآت ونعطي التفسير الصحيح لها سنقوم في هذا الفصل بعرض مجموعة من تصريحات كبار زعماء اليهود والغرب المسيحي السياسيين والدينيين عن قرب وقوع هذه المعركة في كتابها النبوءة والسياسة أظهرت دراسة لمؤسسة نالسون نشرت في أكتوبر عام 1985 أن 61 مليون أمريكي يستمعون بانتظام إلى مدعين ميب شيرين يبشرون على شاشات التلفزيون الأمريكي بقرب وقوع معركة هرمجيتون وبأنها ستكون معركة نووية وأن الشعوب المسيحية يجب أن تساعد لخوض هذه الحرب الرهيبة من أجل التعجيل بالمجيء الثاني للمسيح ومن أكثر هؤلاء المذيعين المبشرين شهراء بات روبرسون جيمي سواجيرت جيم بيكر أورال روبرت جيري فولينيل كينين كويلاند وعلقت جيرس هالسل على عجز الموازنة الأمريكية قائلة إن نظرية هرمجيتون قد تكون وراء عدم اهتمام اليمين الديني وبعض الدوائر الحكومية بشأن العجز في الميزانية أولا والذي يزيد على 200 بليون دولار في السنة وذكرت جيرس هالس في كتابها النبوءة والسياسة أثر عقيدة الهرمجيتون على الشعب الأمريكي والحكومة ومراكب صنع القرار فقالت ما ملخصه إن النبوءات التوراتية تحولت في الولايات المتحدة إلى مصدر يستمد منه عشرات الملايين من الناس هناك نسق معتقاداتهم ومن أولئك مجموعة المبشرين الأصوليين الذين يرأسون محطات تلفزيونية وإذاعات في الولايات المتحدة وبعضهم يشغل مناصب حساسة في المراكز الحكومية والكونغرس الأمريكي ومن بينهم أناس يرشحون أنفسهم لانتخابات الرئاسة الأمريكية وكلهم يعتقدون بقرب نهاية العالم ووقوع معركة هرمجيتون ولهذا فهم يشجعون التسلح النووي ويستعجلون وقوع هذه المعركة باعتبار أن ذلك سيقرب مجيء عودة المسيح فهم يرون أن العالم يقترب من نهايته ومعركته الفاصلة النهائية قادمة وستدور رحاها في الشرق الأوسط وبالتحديد في مجد بفلسطين وهؤلاء المبشرين لهم مؤسسات تخدم كل منها الحركة الصهيونية وبعض هذه المؤسسات مختص بجمع الأموال من أجل إزالة المسجد الأقصى وإعادة بناء الهيكل اليهودي مكانه وهرمجيتون كلمة عبرية مكونة من مقطعين هر أو هار وهي كلمة عبرية معناها الجبل ومجيتون هو اسم واد في فلسطين يقع في مراج بن عامر على بعد خمس وخمسين ميلا شمال تل أبيب وعشرين ميلا جنوب شرق حيفا وعلى بعد خمسة عشر ميلا من شاطئ البحر المتوسط وتعرف مجد أو مجدون الآن باسمي تل المتسلم وكلمة هار مجدون تعني جبل مجدون أو جبل مجدو في عام 1980 تحدث ريجان الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية مع المذيع الإنجلي جيم بيكار عن معركة هار مجدون في مقابلة تلفزيونية أجريت عندما كان ريجان مرشحا للرئاسة الأمريكية وكان مما قاله في هذه المقابلة إننا قد نكون الجيل الذي سيشهد معركة هار مجدون وفي تصريح آخر له عن هذه المعركة قال إن هذا الجيل بالتحديد هو الجيل الذي سيرى هار مجدون وقال في مناسبة أخرى للمبشر والمديع الإنجلي جيري فالويل إنني أعتقد أحيانا بأننا نتجه بسرعة عالية جدا نحو معركة هار مجدون وأثناء ترشيح نفسه للرئاسة عام 1980 أدل بالتصريح التالي إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تستطيع الاعتماد عليها كبقعة ستحدث فيها معركة مجدون وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز هذا التصريح وعندما كان ريجان حاكما لولاية كاليفورنيا حضر مأدبة عشاء تكريما لجيمي سميلز رئيس مجلس شيوخ الولايات وأثناء حديث ضار بينهما قال ريجان إن كل النبوآت الأخرى التي تعين تحقيقها قبل معركة مجد قد حدثت والإصحاح 38 من صفر حزقيال يقول إن الله سيأخذ بني إسرائيل من وسط الكفار حيث يكونون مشتتين ثم سيلم شملهم مرة أخرى في أرض المعاد وقد حدث هذا بعد قرابة ألف سنة ولأول مرة في التاريخ فإن كل شيء مهيأ لمعركة مجدو والمجيء الثاني للمسيح وكان هذا عام 1970 ونشرت مجلة سان ديغو ماجازين هذا التصريح له على سان جيمس ميلز في عددها الصادر في شهر أغسطس عام 1985 وفي أكتوبر عام 1983 تحدث ريجان هاتفيا مع توم داين عضو اللجنة المركزية الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة إباك وبعد اللقاء قال توم داين إن ريجان قال له إنني أعود إلى نبوآت أنبيائكم القدامى وإلى الدلائل التي تنبئ بها المجدون وأجدني أتساءل عما إذا كنا الجيل الذي سيشهد هذه المعركة لا أدري إن كنت لاحظت أي من هذه النبوات في الأزمنة الأخيرة ولكن صدقني إنها تصف الزمن الذي نمر به وهذه بعض تصريحات ريجان عن الهارمجدون والذي كان يعد أعلى سلطة في الولايات المتحدة الأمريكية قال المبشر جيمي سواجارت إنني أؤمن بأن معركة هارمجدون مقبلة وستقع هذه المعركة في سهل مجدون إنها قادمة وإن التوقيع على اتفاقيات السلام لن يحقق شيئا حتى يأتي المسيح المخلص وينظم هذا المبشر والمديع التلفزيوني رحلات دورية إلى الأرض المقدسة يطوف فيها بالمسيحيين في أنحاء القدس شارحا لهم كيف ومتى ستحدث معركة هارمجدون في هذه المنطقة رابعا صرح القص بيليج رهام أن نابليون عندما شاهد سهل مجد قال إن هذا المكان سيكون مسرحا لأعظم معركة في العالم وهي معركة هارمجدون وتصريح نابليون عن هذه المعركة سيؤكد أن قادة الغرب يهتمون بها منذ أمد بعيد وأنهم يقرؤون كتبهم المقدسة جيدا ويؤمنون بما فيها ويضعونها في حساباتهم وخططهم يقوم القصة كيرسويل رأي كنيسة المعمدانية الأولى في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية بإلقاء محاضرات بصفة دائمة في الكنيسة المذكورة ودائما ما يصرح في محاضراته هذه بأن تأييد إسرائيل المسيحيين نوع من العبادة وأنه يجب على أن يخوض معركة هارمجدون لأن هذه المعركة هي الوسيلة الوحيدة التي ستعجل بعودة المسيح إلى القدس صرح المبشر جيري فالويل أثناء الحوار الذي أجراه معه الصحفي روبرت شير من جريدة لوس أنجلوس تايم يوم الرابع مارس عام 1981 وواحد وثمانين ميلادية وسأله خلاله عن رؤيته لمعركة هارمجدون ومستقبل البشرية بما يلي إننا نعتقد أننا نعيش في الأيام الأخيرة التي ستسبق مجيء المسيح وأنا لا أعتقد أنه بقي أمامنا خمسين سنة أخرى إنني لا أعتقد أن أطفال سيعيشون حياتهم كاملة في تقرير لمنظمة حقوق الإنسان صدر في قبرص عام 1990 ميلادية ذكر الآتي توجد هيئات وجمعيات لاهوتية وسياسية أصولية في الولايات المتحدة وكل دول العالم تتفق أن نهاية العالم قد اقتربت وأننا نعيش في الأيام الأخيرة التي ستقع فيها معركة هارمجدون وهي المعركة الفاصلة التي ستبدأ بقيام العالم بشن حرب ضد إسرائيل وبعد أن يهزم اليهود يأتي المسيح ليحارب أعداءهم ويحقق النصر لهم لأنهم شعب الله المختار وبعدها يؤمن به اليهود ويقبلونه كمسيح للرب ثم يحكم المسيح العالم لمدة ألف عام يعيش فيها العالم في حب وسلم كاملين وتنزع غريزة العدوان والشر من الطيور والوحوش والبشر بعد أن يقضي على قوة الشر الممثلة في الدول الإسلامية والشيوعية يقول سوكوفيلد صاحب أحد المراجع الإنجيلية والذي يعد عند المسيحيين من أهم مراجعهم إن عالمنا سوف يصل إلى نهايته بكارثة وضمار ومأساة عالمية نهائية وأن المسيحيين المخلصين يجب أن يرحبوا بهذه الحادثة لأنه بمجرد أن تبدأ المعركة النهائية والمعروفة بمعركة هرمجدون فإن المسيح سوف يرفعهم إلى السماء وسوف ينقضهم ولن يواجه شيئا من المعاناة التي تجري تحتهم على الأرض تاسعا يقول الأنبا ديستروس الأسقف العام في بحثه نظارات في سفر دانيال عن معركة هرمجدون ما ملخصه إن هذه المعركة مذكورة بالتفصيل في سفر الرؤية وفي سفر حزقيال بالإسحاحي 39 و38 وستكون هذه المعركة هي الحرب الأخيرة وستقوم بين عدة دول من مختلف أنحاء العالم وفي الغالب ستستخدم فيها كافة نظم الأسلحة الحديثة مثل الصواريخ القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى التي تحمل رؤوسا نووية وقد يكون موعد هذه الحرب في أواخر عام 1997 ميلادية وأوائل عام 1998 ميلادية وقد تستغرق هذه الحرب بضعة ساعات أو أيام وبعدها سوف يظهر المسيح الكذاب المسيح الدجال وغالبا ما سيكون شاب من علماء تكنولوجيا هندسة الفضاء الحديثة ويكون مشتركا في هذه الحرب وسوف يقيمه أتباعه ما سي لهم أي مسيحا لهم ويقدمون له الذبائح في وقت تدشين الهيكل الجديد ويكون له رئيس كهنة هو النبي الكذاب التابع له والمذكور بسفر الرؤية إصحاح 16 وسيكون عام 1998 ميلادية هذا بعد وقوع معركة هرمجدون عاما مصالحة عالمية بين شعوب الأرض كلها وغالبا سيتم الاتفاق على جعل القدس مدينة دولية للأديان الثلاثة وسيكون المجيء الثاني للسيد المسيح ليضع نهاية العالم وينصر القديسين في فصل الخريف عام 2001 ميلادية والتواريخ التي حددها الأنبى لهذه الأحداث هي حسابات خاطئة لبعض النصوص الواردة بالكتاب المقدس وليس مجال مناقشتها هنا في هذا الكتاب قمت بإصدار كتاب حول الحسابات الخاطئة لأهل الكتاب وبعض الكتاب المسلمين لهذه النبوآت بعنوان موعد الساعة بين الكتب السماوية والمتنبئين تقوم معظم المدارس الإنجليزية في الولايات المتحدة بتدريس النظام الديني ونظرية هارمج الدون مثل معهد مودي في شيكاغو وكلية فلاديلفيا الإنجيلية والمعهد الإنجلي في لوس أنجلوس هذا بالإضافة إلى حوالي مئتي من المعاهد الأخرى منتشرة بالولايات المتحدة الأمريكية ويعتقد حوالي من الأساسدة والطلاب الذين ينتمون إلى هذه المعاهد أن معركة هارمج الدون ستكون نووية وأنها ستقع في نهاية هذا القرن هو أوائل القرن الواحد والعشرين 11 يقول إيرين سايد في كتابه تفسير حزقيال عند شرحه للإسحاح الثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين من صفر حزقيال عن المعركة النهائية هارمج الدون ما ملخصه إن الإسحاحين التاسع والثلاثين والثامن والثلاثين يشكلان نبوءة واحدة تامة من النبي حزقيال تتعلق بتحالف ضخم لأمم من شمال البحر الأسود وبحر قزوين ويصل هذا التحالف إلى بلاد فارس شرقا وإلى شمال إفريقيا جنوبا وتلك الأمم ستتحالف معا في الأيام الأخيرة أي نهاية الزمان وتهجم على الأمة اليهودية بعد رجوعها إلى أرض فلسطين وقد حضي هذان الإسحاحان بهتمام بالغ في السنوات الأخيرة كان كلامه هذا في عام 1949 ميلادية وأجريت تخمينات عديدة عديمة الجدوى لتحديد الوقت الذي ستقوم فيه هذه القوات الشمالية بهجوم ساعق على أرض فلسطين وهذا الهجوم سيكون بقيادة روسيا والدول المجاورة لها والمسمات في صفر حسقيال بيأجوج ومأجوج وستتحالف معهم إيران وليبيا وإثيوبيا وسيكون هذا الحلف حلفا للدول الموحدة وسيكون هذا الحلف بعد عودة إسرائيل إلى فلسطين وينقض الله إسرائيل ويملأ قلوبهم بالخوف والرعب ثم يتفشى وباء بين جيوش يأجوج ومأجوج فيقضي على أكثرهم ثم تنزل حجارة ونار وكبريت من السماء عليهم فتهلكهم وتصبح جثثهم مأكلا للطيور الكاسر من كل نوع ولوحوش الأرض وسينقض الله إسرائيل من هذه الجيوش الضخمة المهلكة وتصبح أسلحتهم وقودا لشعب إسرائيل لمدة سبع سنين كاملة وبعدها سيعلم اليهود أن الرب إلههم قد تدخل لأجل خيرهم فيرجعون إليه وسوف تعلم جميع الأمم عندئذ أن جميع الآلام التي كابدها بني إسرائيل على مر قرون التي كابدها بني إسرائيل على مر قرون سبيهم وتشتتهم إنما كانت بسبب ذنوبهم وآثامهم ولذلك حجب الله وجهه عنهم وأسلمهم ليد أعدائهم فهلك أكثرهم وبسبب نجاستهم ومعاصيهم الكثيرة رفض الله أن يتدخل في اليوم القادم لمصلحتهم ولكن هذا كله سينتهي لأنهم سيرجعون إليه تائبين فيشرق الله بوجهه عليهم ويباركهم وهذه الأحداث ستقع في زمان الضيقة العظيمة الذي سيسبق مجيء الرب يسوع المسيح بصفته ملك الملوك ورب الأرباب 12 صرح القص بيلي كراهام عام 1970 ميلادية بأن يوم مجيد على المشارف وأن العالم يتحرك بسرعة نحو معركة مجيد وأن الجيل الحالي قد يكون آخر جيل في التاريخ وأن هذه المعركة ستقع في منطقة الشرق الأوسط 13 مما ذكر في التلمود وهو أهم كتاب عند اليهود بعض التوراة ويعتبر كتاب شروح لما وارد في كتابه من مقدس عن الحرب التي ستشعل قبل مجيء المسيح هرمج الدون ما يلي وقبل أن يحكم اليهود نهائيا أي قبل أن يحكم العالم يجب أن تقوم الحرب على قدم وساق ويهلك ثلث العالم ليأتي المسيح الحقيقي ليأتي المسيح الحقيقي ويحقق النصر القريب واليهود يعتقدون أنهم سيحكمون العالم في زمن المسيح وأنه سيأتي لنصرتهم وتمكينهم من السيادة على كل الأمم اعتقادا منهم بأنهم القديسون المذكورون في هذه النصوص التي قاموا بتحريفها ليوهم قارئها بأنهم القديسون أربعة عشر كان المسيحيون يكرهون اليهود ويبغدونهم ويضطهدونهم طوال القرون الماضية حيث كانوا ينظرون إليهم على أنهم قتلت المسيح وأنهم من أشد الطوائف التي قامت بتعذيب والطهاد تلاميذ المسيح والمسيحيين الأوائل ولكن هذه النظرة تغيرت بعد حركة الإصلاح الديني التي دعا لها مارتين لوثر التي تنظر له الفرق البروتستانتية على أنه المصلح الذي قاد حركة الإصلاح الديني المسيحي في مواجهة الباباوية الكاثوليكية التي كانت تبيع سكوك الغفران فقد دعا لوثر المسيحيين إلى إجلال اليهود وتعظيمهم فقال لهم شاءت الروح القدس أن تنزل كل أصفار الكتاب المقدس للعالم عن طريق اليهود وحدهم إنهم الأطفال ونحن الضيوف الغرباء وعلينا أن نرضى بأن نكون كالكلاب التي تأكل ما يتساقط من فتاة أسيادهم اليهود وقال أيضا إن إعادة اليهود إلى أرض فلسطين هو تحقيق للنبوآت الواردة بالكتاب المقدس تمهيدا لعودة المسيح إلى الأرض وحكمه لها مدة ألف سنة من القدس أرض معاد اليهود ومن هنا نشأت عظيم المسيحيين لليهود وبدأت نشأة ما يسمى بالحركات الصهيونية المسيحية وبدأ الاختراق الصهيوني للمسيحية وبدأ المسيحيون يعيدون تفسيراتهم للكتاب المقدس ونصوصه باعتبار اليهود شعب الله المختار وهم القديسون فمن يباركهم يباركه الرب ومن يلعنهم يلعنه الرب وتكاتفوا وتضافروا لمعاونة اليهود لأعادة توطينهم في فلسطين حتى تتحقق النبوآت التوراتية ويكون لهم دور في التعجيل بمجيء المسيح لإقامة عصر الملك الألفي على الأرض ونسي لثار أن يقول لهم إن اليهود هم قتلة الأنبياء والمفسدون في الأرض وإن خراب ودمار البشرية سيكون بسببهم كما صرحت بذلك كتبهم المقدسة في أكثر من موضع وحتى منتصف الستينيات من القرن العشرين كانت المنظمات الصهيونية المسيحية تمارس نشاطها بصورة روتينية لكن عندما وقعت الحرب بين إسرائيل والعرب عام 1967 ميلادية وانتهت بانتصار إسرائيل في ستة أيام على خمس دول عربية واحتلت أرض ثلاث دول منها والسولت على مدينة القدس التي تدور حولها النبوآت الدعائية إلى عودة المسيح وإقامة مملكته فيها قامت المنظمات الصهيونية المسيحية بمتابعة تطورات الموقف ورصدها واعتبرت أن هذا الحدث تحقيقا وتأكيدا لصحة النبوآت التوراتية ومؤشرا على قرب مجيء المسيح لإقامة الألفية وخلال تلك الفترة صدرت العديد من الكتب التي تتحدث عن قرب وقوع معركة هارم جيدون ومجيء المسيح المخلص وإقامة عصر الملك الذهبي وبدأت هذه الكتب تربط بين الأحداث التي نعيشها النبوآت التوراتية والإنجيلية التي تصف هذه الأحداث وظهر شبه إجماع بين المسيحيين واليهود بأننا نعيش في الأيام الأخيرة وأننا نقترب من نهاية الزمان وقيام الساعة ومن هذه الكتب كتاب آخر أعدم كرة أرضية لمؤلفه هال لينتسي وقد صدر هذا الكتاب عام 1970 وطبع منه ملايين نصخ خلال فترة الثمانينيات ووصلت مبيعات الكتاب إلى أكثر من ثمانية عشر مليون نسخة واعتبر المسيحيون هذا الكتاب دستورا لهم وبخاصة المسيحيين الصهاينة الذين يعرفون بالأصوليين وكان رجال ممن قرأوا هذا الكتاب وصاروا على نهجه وفي هذا الكتاب وغيره من الكتب التي تتحدث عن قرب عودة المسيح ومعركة هار مجدون مثل كتاب الأحداث النبوية مرتبة ترتيبا تاريخيا من الاختطاف إلى الحالة الأبدية لمؤلفه بروس أنيسي أورد هؤلاء الكتاب تفاصيل ما سيحدث في المستقبل تمهيدا لإعادة المسيح إلى الأرض وذلك من خلال تفسيراتهم لنبوءات الكتاب المقدس المتعلقة بأحداث نهاية الزمان ولكنهم كانوا يفسرون هذه النبوءات وفق هواهم وبما يتماشى مع قائدهم الصهيونية التي بذرها في عقولهم اليهود الذين اعتنقوا المسيحية وتظاهروا بأنهم دعاة حركة الإصلاح الجديدة في المسيحية ومما تحدث عنه هالليتسي وبروس أنيسي وغيرهما معركة هارمج الدون وغالبيتهم أكدوا أن هذه المعركة ستكون معركة نووية بناء على ما ورد عنها بسفر زكريا وسفر الرؤية لأن النصوص كانت تشير إلى أنها ستكون معركة مدمرة ستفني أكثر أهل الأرض وستحدث هذه المعركة بين قوى الخير الممثلة في أمريكا وإسرائيل حسب اعتقادهم وبين قوى الشر ممثلة في المسلمين والعرب وأصدقائهم الروس واعتبر هالليتسي انتصار إسرائيل في حرب 1967 جزءا من الخطة الإلهية لانتصار قوى الخير ومقدمة لقيام دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفورات ليتجمع فيها كل شعب الله المختار وأكد أن جزءا كبيرا من اليهود سيموت في هذه المعركة لذا سيأتي المسيح لينقذ من تبقى منهم وليعطيهم فرصة أخيرة حتى يقبلوه كمخلص للعالم فاليهود شعب مختار ظل الطريق لكن الله لن يتخلى عن شعبه المختار لذلك ستظل لهم مكانة خاصة عنده وسيحطم المسيح كل قوى الشر في هذه الحرب ويلقي بهم خاصة المسلمين والروس وحلفائهم إلى الجحيم بين قوسين يأجوج ومأجوج لذا فإن هذه الكتب التي كانت تقوم بتفسير النصوص وفقها وأصحابها وحسب الخطة الصهيونية كانت تنادي بتدمير العرب والمسلمين والروس وحصارهم ومنع وصول أي نوع من السلاح إليهم وعلى رأسهم إيران وليبيا والعراق والسودان ومصر والاتحاد السوفيتي وسوريا لأن هؤلاء سيمثلون القوى الرئيسية التي ستتحالف ضد اليهود والغرب في آخر الزمان الذي نعيش فيه الآن وناد هؤلاء الكتاب والمفسرون قادتهم وزعماءهم بأن يضع هذه النبوآت نصب أعينهم عند رسم الخطط والسياسات الإستراتيجية وأن يكون لهم دور في صنع الأحداث القادمة وأن لا يترك الأحداث للأقدار بل يجب أن يعجل بها حتى يسرع المسيح في العودة لإنقاذ شعب الله المختار اليهود ويقيم المملكة الإلهية على الأرض فينشر السلام والأمن والرخاء خمسة عشر قال أوين المبشر المسيحي إن إرهابيين يهودا سينسفون المكان الإسلامي المقدس بين قوسين المسجد الأقصى وسيستفزون بذلك العالم الإسلامي للدخول في الحرب المقدسة المدمرة مع إسرائيل معركة هارمجدون والتي سترغم المسيح المنتظر على التدخل لإنقاذ إسرائيل ستة عشر عندما سئل القس ديلوتش عما إذا نجح اليهود الذين يؤيدهم في تدمير قبة الصخرة والمسجد الأقصى فأدى ذلك إلى الشعال نيران الحرب العالمية الثالثة معركة هارمجدون فهل سيعتبر نفسه من المسؤولين عن ذلك أم لا أجاب قائلاً كلاً لأن ما سيفعله أولئك اليهود هو إرادة الله سبعة عشر في عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين نظم المبشر جيري فالويل رحلة لفلسطين للطلاع المسيحيين على الأماكن المقدسة هناك وعلى الأخص الأماكن التي ستشهد معركة هارمجدون ونظم لهم لقاءات مع قادة سياسيين ودينيين في إسرائيل كان من بينهم موشي أرينز وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك وفي هذا اللقاء قال لهم أرينز إن غزو لبنان عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين في حرب مقدسة إلهية مستمدة من العهد القديم التوراة وهذا يؤكد النبوءة إذ إن الغزو يعني أن معركة مجد قد اقتربت ثمانية عشر يقول هارلينزي خبر الشؤون الدولية والتاريخ العالمي ومؤلف كتاب آخر أعظم كرة أرضية والسابق لإشارة إليه الجيل الذي ولد منذ عام الف وتسعمائة وثمانية وأربعين ميلادية سوف يشهد العودة الثانية للمسيح ولكن قبل هذا الحدث علينا أن نخد حربين الأولى ضد يأجوج ومأجوج بزعامة روسيا والثانية في هرمج الدون وستبدأ المأساة بتحالف العرب مع السوفيت وهجومهم على أرض إسرائيل هذه كانت نبدة مختصرة جدا لبعض التصريحات الصادرة من كبار زعماء اليهود والغرب المسيحي ورجال الدين عن معركة هرمج الدون وقرب موعد المجيء الثاني للمسيح وإعداد الساحة الدولية للمشاركة في صنع الأحداث القادمة مما يحاقق تفسيرات أهل الكتاب الصحيحة أحيانا والخاطئة في أحيان أخرى للنبوآت التوراتية والإنجيلية ولم يقتصر الأمر على التصريحات بل تعداه إلى إعداد خطط ووضع استراتيجيات وتشكيل هيئات ومنظمات أصبحت منتشرة في جميع أنحاء العالم لتنفيذ هذه المخططات بحيث تقع الأحداث وفقا لهذه التفسيرات الخاطئة التي قاموا بتفسيرها للنبوآت الواردة بكتبهم المقدسة فهل يا ترى ستقع الأحداث بنفس الصورة التي رسموها وخطط لها أم أن الله سيكون له في تنفيذ هذه الخطط شأن آخر مزاقا لقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فهاهم قد أعدوا العدة وبدأوا في دق طبول الحرب اعتقادا منهم بأن النصر سيكون حليفا لهم وأن المسيح سيأتي لتحقيق الأمن والرخاء والسلام والرفاهية لشعوبهم فهل سيتحقق لهم ما يشهون أم أنهم سيفاجأون بأنهم كانوا يحفرون قبورهم بأيديهم ويعجلون بنهايتهم وهل فعلا ستقع هذه المعركة في عام 2000 أو في أوائل القرن الحادي والعشرين طبقا لتفسيراتهم أم أن هذه المعركة ما زالت بيننا وبينها أمد بعيد هذه الأسئلة المحيرة وغيرها من الأسئلة التي تشغل أذهاننا وأذهان أهل الكتاب سنحاول جاهدين أن نجيب عليها من خلال فصول هذا الكتاب في ضوء ما جاء بالإسلام والطورات والإنجيل عنها وأسأل الله أن يوفقني في الشهاد فيها وأن يرشدني إلى الصواب في تفسير نبوآتها وفي ختام هذا الفصل وإحقاقا للحق أحب أن ألفت الأنظار إلى أن مسيحي الشرق الأوسط ومنهم مسيحي الدول العربية والإسلامية يختلفون في نظرتهم السياسية الدينية عن نظرة مسيحي أوروبا فهم وإن كانوا مثلهم مثل مسيحي أوروبا يؤمنون بألوهية المسيح ويؤمنون بكل ما وضعه بولت في المسيحية من عقائد باطلة ومخالفة لتعاليم المسيح تماما ويتشوقون إلى مجيء المسيح وإقامة الملك الألفي لأنهم يختلفون عنهم في بعض الأمور فما زالوا ينظرون إلى اليهود على أنهم قتلت الأنبياء والمسيح ومسيحي الشرق ليسوا أيضا من ذعاة هذه الحرب التي يخطط لها الغرب المسيحي وليس لديهم نفس مقدار الحقد والكراهية التي يحملها الغرب لنا كمسلمين والسبب في ذلك يرجو إلى نشأتهم بيننا وحسن المعاملة بيننا وبينهم ونرجو أن لا تتغير ندرتهم للصهاينة وللأمور في السنين القادمة إلى نفس ندرة مسيحي الغرب وندعو الله أن يحفظ صفوفهم من الاختراق الصهيوني مثل ما حدث في دول أوروبا فلو حدث ذلك فستقع بيننا وبينهم فتنة عظيمة ومصائب جمة ستعود علينا وعليهم بما لا يحمد عقباه خاصة أن هناك محاولات صهيونية لاختراق صفوف المسيحيين وجذب أنصار لهم من زعماء المسيحيين الشرقيين